مدرية الصحة في دوميات قافلة طبية شاملة على مدى يومين داخل الوحدة الصحية في قرية النوادرية التابعة لمركز فارسكور هذا لك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وأكدت مدرية الصحة في دوميات أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 11 عيادة خصوصية بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة بالإضافة إلى توافر الصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمواطنين بنقدم القافلة بكل خدماتها الطبية للمواريد بشكل مجاني من أول قطع التسكرة اللي بتتم للمواريد بالرقم القومي الخاص به مرورا بالكشف بالعيادات معنا كمان خدمات معاونة زي المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل معنا خدمات معاونة زي الأشعة العادية والأشعة بالسنار نهاية دورة المواريد بتنتهي في السيدلية اللي فيها أكتر من 140 صنف دوائي بيقضوا كل تخصصاته الطبية اللي موجودة معنا برضو مفعالين من خلال القافلة نظام الإحالة للمستشفيات فلو المواريد اللي حضر القافلة محتاج أنه هو يعمل أشعة مش موجودة في القافلة أو ياخد خدمة طبية مش موجودة في القافلة برضو بنوجهه لأقرب مستشفي يقدر ياخد الخدمة فيها وبنتابعه بعد كده عشان نتأكد أنه أخذ الخدمة الطبية الخاصة به بشكل كامل حساسي على هذا المجهود وأنه دايما يتابع معنا في المناطق الريفية والقرية النائيا ديا على أن يوصل العلاج لمستحقه وأن دايما لأنه إحنا منطقة محرومة من العلاج وبيننا وبين المركز المستشفي المركزي يعني 15 كيلو أو 18 كيلو فهنا الحمد لله رب العمين القافلة بتغطي جميع الاحتياجات لأن القافلة بها جميع التخصصات